السلام عليكم معكم علي وسلم بكم درسنا جديد إذا كنت أول مرة تشاهد القناة لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد نتكلم في هذا الفيديو عن Must Have To نتكلم بالدروس الماضية عن Model Verse الأفعال الناقصة مثل عندنا Can, Could, May, Might Well, Should, Must, Have To وهكذا الأفعال الناقصة درس مهمة جدا لأنه تمر كثيرا في الحديث أو الكتابة في اللغة الإنجليزية يجب أن أعرف كيف أستخدمها بشكل صحيح في هذا الفيديو نتابع الحديث عن Must Have To في البداية نتحدث عن Must في القسم الثاني نتحدث عن Have To بشكل مفصل مع العديد من الأمثلة Must نعرف بمع الأجل We use Must To Talk About Obligation يعني نتحدث عن التزام أو تعهد بفعل شيء الإستخدم الثاني to speculate about the present or the past when we want to express our certainty that something is or was true يعني لنخمن عن المظارة أو الماضي عندما نريد أن نعبر عن تأكيدنا بأن شيء ما صحيح أو كان صحيح إذن نستخدم Must لنخمن عن شيء في المظارة أو في الماضي مثال She must be there يجب أن تكون هناك يجب أن تكون هناك إحنا نخمن يعني نتحدث لماذا Her light is on النور أو نورها مضوي إذن Her light is on النور ماذا يعني She must be there نخمن إحنا They must be enjoying the film يعني يجب أن يكونوا يستمتعوا بالفيلم The film must have been good If it got first prize لو حصد الفيلم الجاهزة الأولى يتوجب أن يكون جيد إذن أول استخدام نتحدث عن التزام الاستخدام الثاني أن نخمن بأن شيء يكون صحيح في المظارة أو في الماضي We use must and have to to talk about application نستخدم must to have نتحدث عن التزام have to كما قلنا يجب must أيضا يجب I must finish this work quickly I want to go out tonight يعني يجب أن أنهي هذا العمل بسرعة I want to go out tonight أريد الخروج الليلة أو أن أخرج الليلة We can't go out now We have to wait for our parents to arrive لا نستطيع أو لا يمكننا أن نخرج الآن We have to يجب علينا أن ننتظر لي Our parents to arrive ننتظر والدينا ليصلوا إذن التزام بفعل شيء معين إذن نستخدم must have to لعب مصد تأتي مع المفرد مع الجماع مع أي ضمير لكن have to بدنا have to has to have to يجب و has to يجب الثانية ترجبتم بنفس الشيء he she it إذن تأخذ has يعني he has to she has to it has to بينما I we you they نستخدم معهم have to يعني I have to we have to you have to they have أيضا بمعنى يجب إذن has to يجب و have to يجب مع المفرد أيضا نستخدم has to و مع الجماع أيضا نستخدم have to نخذ we have to لو كان he he has to نحفظ أيضا wait for ينتظر لي إذن بعد حفظ جر wait for ننتبه هذا مهم must to talk about our own decisions لنتحدث عن قراراتنا نحن يعني إذا نتخذنا القرارات نستخدم نستخدم must have to to report decisions taken by other people لننقل قرارات واتخذت أو قرارات من قبل وناس آخرين إذا كان قراري أستخدم must إذا أنا أنقل قرار الآخرين أستخدم have to نشوف الجملة you must learn twenty new words for tomorrow يعني يجب أن تعلم عشرين كلمة جديدة ليوم غدا ماذا نفهم؟ نفهم أنه it is teacher's own decisions إنها قرار المعلم أو الأستاذ نفسه هو بيتكلم لكن we have to learn twenty new words for tomorrow يعني يجب أن نتعلم عشرين كلمة جديدة ليوم غدا استخدمنا have to ليس قرارنا نحن بينما هو قرار اتخذ من قبل المعلم the students report the teacher's decisions إذن ينقل الطلاب قرارات المعلم إذن بشرة إذا شفت must معادته هذا قرار الشخص نفسه قرارنا نحن أو قرارك أنت نفسك تقوم بالزام شخص أو مجموعة بفعل شيء معين إذن must يجب بينما have to معادته أنا فقط أنقل لك الالتزام بفعل شيء معين ولكنه ليس قراري مثلا you have to wear uniforms يعني يجب أن ترتدوا عزياء رسمية هذا ليس قراري قرار مثلا جهة رسمية إذن يجب أن التزم به أنا فقط أو فقط نقلت لكم هذا القرار بينما تستخدمت must you must wear uniforms يجب أن ترتدوا عزياء رسمية إنه هذا قراري ويجب أن تلتزم به إذن must قرار اتخذته أنا بينما بينما have to أنقل قرارات الآخرين we use have to يعني استخدم have to for instances and forms that are not possible with must له أو مع الأزمنة والأشكال التي ليست ممكنة ب must يعني لا نستطيع أن نكتب well must لا نستطيع أن نكتب musting أو musting إذن must لا نضيف لها ing لا نستطيع أن أضافت لها ing أو نضع قبل أول عند أذن نستخدم have to I will have to study harder if I am to pass my final exam يعني سيتوجب اللحظ well have to يجب سيتوجب أن أدرس بجد أكبر لكي أجتاز أي امتحاناتي النهائية إذن نستخدم well have to لا نقول I will must إذن I will have to I hate having to get up early إذن أكرم نأخذ بعد هذا نستخدم جران عندنا الفعل have نحذف الإيه ونضيف ing having تصبح جران having to يجب I hate having to إذن أكرم الزامي أو وجوبي أو إجباري to get up early إذن أنا ننهض باكرا إذن أكرم التزامي ب النهوض باكرا إذن نستخدم have to عوض عن must مع الأزمنة والأشكال التي لا أستطيع نكتبها مع must إذن لا نضيف ing ل must لن نستخدم well لقبل must عندنا إذن نستخدم have to بعد well أيضا نضيف ing ليس لي must ممكن نستخدم have to كمان نعلم have has الماضي منها had إذن have to has to الماضي منها had to First obligations are always expressed with had to دائما التزامات الماضية يعبر عنها had to had to يعني توجب have to has to had to توجب the driver had to to show his driving license when the police stopped him توجب على السائق أن يبرز يعني يظهر يبرز رخصة قيادته when the police عندما الشرطة stopped him أوقفته لاحظ license ممكن نكتبها CE أو SE الاثنين صحيحة إذن البريطاني أو SE أمريكي لكن المعنى نفسه license رخصة in the middle ages everyone had to travel on foot or on horseback في العصور الوسطى لاحظ in the middle ages M capital letter أيضا A capital letter everyone had to توجب على كل شخص to travel أن يسافر on foot يعني سيرا على الأقدام نعرف foot قدم on foot يعني سيرا على الأقدام or on horseback horse or on horse back horseback معنى على ضار الأحصنة إذن دائما المعنى have to has to had to had to توجبه دائما وأبدا بعد to بعد must نستخدم B نعرف am is are الماضي was was الماضي من are where التصمد الثالث been مصدر فعال كون هو B إذن لها ثلاث أشكال شكل أول الثاني الثالث والمصدر B دائما بعد to must نستخدم B لا نقول I had to am I have to am أو they have to are دائما بعد to و must نستخدم فعل الكون B مصدر فعال الكون إذن had to be have to be has to be must be أيضا بعد must لا نستخدم to لا نستخدم must to be إذن must be دائما بعد الفعال الناقصة لا نأتي to ونستخدم بعدها المصدر ما عدا have نستخدم معها to لكي تصبح يجب لأن have بدون to يعني have has بدون to بمعنى يملك أو يأكل أو يشرب مجرد ما حطينا بعد have to has to تصبح يجب هذا الشكل أنه هنا درسنا هذا اليوم تكلمنا فيه عن استخدام must and have to قلنا must and have to يعبران عن obligation عن التزام أو إجبار بفعل شي معين must إذا كان قراري أنا بينما have to إذا أنقل قرار الآخرين وأخذنا بعض الولحظات والأمثلة عن ذلك أتمنى قدمت شيء الفائدة إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ووضع لايك للفيديو وتركت عليك في نهاية الفيديو دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته